اشتركوا في القناة وزيرا للداخلية ورئيسا لمجلس الشئون السياسية والامنية اعرب جلالة الملك المفدى فيها عن خالص تهانيه لسموه متمنيا له دوام التوفيق والسداد لخدمة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله كما بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله رعاه برقية تهنئة مماثلة الى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود بمناسبة مبايعته وصدور الامر الملكي السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود عاهل المملكة العربية السعودية بتعينه وليا لولي العهد نائما ثانيا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع ورئيسا لمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية ضمنها جلالته واضيب تهانيه وتمنياته لسموه بالتوفيق لكل ما من شأنه خير وتقدم وازدهار المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة